إيران انتظرت كثيرا نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أملا منها بعودة واشنطن للاتفاق النووي وتخفيف العقوبات ولكن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فاجأ طهران وقال بلغة حازمة إن إدارته لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي مشترطا مراقبة البرنامجين النووي والساروخي لإيران للعودة للاتفاق النووي وهي الشروط نفسها التي وضعها ترامب بعد ساعات من تصريح بايدن خرج وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس بتصريح كان له وقع الصدمة على طهران فالخارجية الألمانية قالت إن مجرد العودة إلى الاتفاق لم تعد كافية حاليا مشيرة إلى أنه ينبغي توسيع النص ليشمل خصوصا البرامج الساروخية الباليستية الإيرانية تصريح لم تقبله إيران وجاء الرد فورا من وزير خارجيتها محمد جواد ظريف داعيا برلين إلى احترام التزاماتها ووقف انتهاك الاتفاق النووي على حد تعبيره التحول الدراماتيكي الألماني من محاولة إنقاذ الاتفاق بالتعاون مع دول الأوروبية إلى محاولة توسيعه الآن خطوة في رأي مراقبين نابعة من إدراك خطورة البرامج الساروخية الباليستية التي تهدد استقرار المنطقة ورغم نبرة التحدي التي يبديها النظام الإيراني قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن إيران تسعى بشدة للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تكفيف العقوبات المفروضة عليها أعلم أيضا أن حملتنا تنجح لأن الإيرانيين الآن يبعثون بإشارات يأسة تؤكد استعدادهم العودة إلى طاولة المفاوضات لتخفيف العقوبات وردا على الضغوط الدولية المتصاعدة تلجأ طهران إلى سياسة التحدي حيث أبلغت لجنة المفتشين التابعة للأمم المتحدة عزمها تركيب ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز وهو خرق جديد للاتفاق النووي ترجمة نانسي قنقر